وينضم إلينا من واشنطن عمرو جوهر المحلل السياسي سيد عمر في رأي كما الأسباب الحقيقية وراء إلغاء ترامب لقمته مع كيم جوهون والله طبعا خلينا نتكلم بشكل بسيط عن إلغاء الموضوع هو يعني بشكل إجمالي يعني هذه البيعة تعتبر خسرانة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خليني أشرح لحضرتك فارق القوى العسكرية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية ميزانية أمريكا العسكرية تفوق الألف مليار دولار ميزانية كوريا الشمالية فقط أربعة مليار دولار أمريكا تملك سبعة آلاف رأس نووي كوريا الشمالية تملك فقط ما بين عشر رؤوس نووية ستاشر رأس نووي فإحنا بنتكلم عن فارق يعني عظيم جدا في معايير القوة ما يخيف أمريكا من كوريا الشمالية أو ما قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للنظر بعين الاعتبار لكوريا الشمالية أنها تملك سواريخ باليستية تستطيع أن تصل للعاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة الاقتصادية وهيبة أمريكا نيويورك في وقت يعني ما بين الخمسة واربعين دقيقة والساعة تقريب ولهذا يعني بهذا الحجم المحدود أو اللي أكاد يكون معدوم الرؤوس النووية لكوريا الشمالية فقط يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر كانت كوريا الشمالية قد أثبت حسنانيتها بتدميرها لإحدى المواقع النووية لها هل عدنا مرة أخرى لتراشق التهديدات والاستفزازات لما توعد ترامب برد عسكري في حال قيام كوريا الشمالية بأي استفزاز هنا؟ هو يعني ده سؤال مهم جدا لكن الاستفزاز بدأ من جانب كوريا الشمالية لأنه من يومين كما نعلم جميعا كان فيه تجربة نووية أو كان فيه هدم الأنفاق نووية وهكذا وكوريا الشمالية قالت أو عبرت ما في معناه أننا نمتلك قوة عسكرية أمريكا خدت هذا الموضوع باعتباره تهديد لها وخصوصا أننا الكمة كانت مرتقب لها في خلال أسبوعين في سنغافورة كما يعرف الجميع طبعا فالتوقيت لم يكن جيدا التوقيت لم يكن مناسبا وكما ذكرنا هناك فارق يعني مهول في القوة العسكرية بين الدولتين بعد هذا القرار المفاجئ لترامب ما المتوقع من ردة فعل لكوريا الشمالية طبعا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني هو ألغى هذه الجلسة لكنه يعني ترك الباب مواربا لمفاوضات مستقبلية للقاء يعني في المستقبل عندما يعني تتواتى الظروف ويحصل مؤامات أكبر في الفترة القادمة هو لم يقفل يعني لم يغلق الباب في وجه الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية بشكل كبير أنا أعتقد أن كوريا الشمالية كان من مصلحتها أنها يعني تقوم بهذا بإجراء هذا الاجتماع لأنه فيه فوائد اقتصادية عظيمة جدا سوف تعود على كوريا الشمالية كوريا الشمالية كانت ستتعود مجددا على الساحة العالمية أو الخريطة العالمية يعني نرجو أن كوريا الشمالية تتريس في اتخاذ أي قرارات وإن حتى أخذ الكرارات يعني في الأشهر الماضية كان فيه سواريخ باليستية لا تحمل أي رؤوس وصلت بالقرب من اليابان بالقرب من ناحية الأخرى من الصين لكنها سواريخ دعائية ولم يكن لها أي رؤوس أوك عمر جوهر المحلل السياسي كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك